السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البعض عادة إلى أصله وتهريج إيراني دول النقطتين اللي معانا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله واللي الحقيقة الحلقة دي مهمة جدا وفيها توضيح لبعض الأمور فرجاء من حضراتكم المتابعة ولايك وشير للفيديو ودعم للقناة واللي مش مشترك معنا يا ريتي شرفنا بالاشتراك وتحفيل علامة الجرس علشان يوصلوا كل جديد في قناتنا ويلا نبدأ الحلقة بسم الله فيه مصطلح كده دايما بنطلقه على الشخص اللي كان ماشي في طريق صحيح ثم فجأة تحصل له حالة من التغير بنسبة 180 درجة الحالة دي اسمها انتكاسة لكن المصطلح ده الحقيقة ما ينطبقش على الحالات اللي معانا دي لأن الوصف الصحيح للحالات دي إنهم عادوا لأصلهم كما كانوا من قبل طيب إيه القصة بالضبط؟ الحكاية كلها يا أخوانا إن قطر وأنا هنا طبعا لا أعني الشعب القطري العربي لكن أعني طبعا التنظيم القذر اللي بيدير هذه الدويلة تخيل كده حضرتك بعد ما كانت قطر عند البعض هي دولة التخريب ودولة إيواء الإرهابيين وسبب كل البلاو اللي حصلت في بلدنا العربية فبين عشية وضحاها تبقى قطر هي الدولة المسكينة الطيبة المحبة لقضايا الأمة اللي حجمت الحوثي في باب المندب اللي كانت السبب الرئيسي في وقف إطلاق النار في غزة طب مصر فين من الكلام ده كله؟ فعلا شيء عجيب في لحظة كده ننسى شهداء جيشنا وشرطتنا في السنين اللي فاتت دي كلها طيب إيه المقابل؟ فلوس مثلا؟ يعني قطر إعطتكوا فلوس مثلا علشان تتغيروا بدرجة 180 درجة بالشكل ده ولا يكون ده بقى نكاية في بلد محترم لم يتأخر أبدا عن الوقوف مع بلدي مصر وقت أزمتها طبعا أنا هنا بقصد دولة الإمارات العربية المتحدة المحترمة لأنهم طبعا أجبا يا أخواننا من إنهم يتكلموا عن السعودية ما يقدروش أصلا يتكلموا عن السعودية والأسباب معروفة طبعا يا راجل دول لما طلعوا يتكلموا عن الممر الاقتصادي اللي تم الاتفاق عليه بين الإمارات والسعودية والهند في وجود الأمريكان قالوا إن الإمارات بتعمل كده علشان تضر بقناة السويس وفيهم اللي طلع وزارتت منه خالص وقال إن الشيخ محمد بن زايد بيورط الأمير محمد بن سلمان في المشروع ده وكأن الأمير محمد بن سلمان يعني عند الناس دي مش عارف يعني ومحدش فيهم طبعا فتح بقه وقال السعودية شريك في الموضوع ده بالرغم إن السعودية دورها لا يقل أبدا عن دور الإمارات إن لم يكن يزيد لكن ليه كده؟ ليه الفجور ده؟ هي دي برضو أخلاق المصريين هو إحنا تعلمنا إننا نعض الإيد اللي تمدت لنا بكل محبة وخير هو مش كان ممكن يا أخوانا إن الإمارات والسعودية يتخلوا عن مصر في وقت ما اشتدت علينا الأزمة في عام 2013 كان ممكن ولا ما كانش ممكن؟ وما كانش حد هيلومهم أبدا لأن كان هيكون عندهم السبب لتخليهم ده وهو التزاماتهم بتمنعهم من كده لكنهم ما تخلوش عننا أبدا باعتراف الرئيس السيسي نفسه يا أخوانا إحنا ربنا رزقنا برئيس يعرف كويس أول قيمة الأشقاء وقيمة الحلفاء الحقيقيين هو كان ممكن حضرتك تصدق إن يجي يوم ونلاقي اللي كانوا بيقولوا قطر هي الشيطان الأكبر يقوموا كده بقدرة قادر يطلعوا إن قطر ويطلعوا ويتكلموا على إن قطر هي حمامة السلام في المنطقة متخيل إن بعد اتفاقية العلا طلع واحد من هؤلاء وقال بالنص كده قال حرفيا أنا لن أقبل الصلح مع قطر وكأنه يعني ليه قيمة أو ليه تأثير مثلا في الوقت اللي أنا شخصيا قلت بالحرف الواحد في فيديو من فيديوهاتي أنا مع ولاة أمري فيما يرونه لمصلحة بلدي مش كده وبس حتى الكلام في قطر أنا كنت بفضل الله بتكلم بالحق يعني مش وقت وجهد كله مسخره لقطر لا طبعا إذا استدعى الأمر أتكلم ولو ما فيش مناسبة يبقى الكلام معناه إن شخص لا أتق الله ولا أخاف الله لكن النهاردة يا إخواننا هو بكل أسف عندنا نوعية من اللي أكلوا الإيد اللي تمدت ليهم ما فيش حاجة شغلاهم إلا شيطانة دولة الإمارات فقط الإمارات تدعم قوات الدعم السريع الإمارات تتآمر على قناة السويس البرهان يفضح الإمارات ورطة الإمارات في اليمن إيه دا؟ إيه اللي بيحصل دا؟ إيه اللي إحنا بتشوفه دا يا إخواننا؟ بالله عليكم اللي كل شغله بالشكل دا حضراتكم تسموه إيه؟ أحكموا عليه أنتم العيب فعلا مش عليه لكن العيب على اللي بيصدق الأشكال دي أرجع تاني وأجاوب عن سؤال أنا كنت جاوبته من سنتين لكن لا بأس إني أعيد الإجابة عنه يمكن نخلص بقى من الموال دا ولا حاجة هل أنا صاحب أجندة؟ نعم أنا صاحب أجندة وضحة وضوح الشمس للجميع واللي معايا من البداية على هذه القناة عارف دا كويس أوي أنا مغيرتش طب أجندتي هي إيه؟ أجندتي هي الدفاع عن بلادنا العربية وخاصة الرباع العربي ضد المؤامرات والمظاهرات والثورات والتحذير من كل منحرف ضال سواء من الجماعات التكفرية أو غيرها طيب هل أتلقى دعم مدي؟ نعم أتلقى دعم مدي عن طريق حساب بيبل أنا حطه على القناة وقايل اللي حابب يساهم ويدعم في القناة وده دايما بقول ده في بداية كل حلقة وفعلا بيجيني دعم من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن البحرين أصدمك والله العظيم ومن قطر فيه قطريين محبين للمحتوى بتاعي بيبعتولي دعم من قلب الدوحة وكمان فيه مصريين بيدعموا القناة فيه أردنيين من كل العالم مش من مصر ولا الوطن العربي بس الشيء المهم اللي أنا عايز حضرتك تجاوبه بس بينك وبين نفسك هل حضرتك يا أخي شفت مني أي تغيير عن اللي أنا بدأت به القناة أو شفتني مثلا واقف ضد بلدي أو ضد رئيس بلدي اللي شاف يكتب العجيبة بقى أن اللي بيتبجحوا وبيتهموني بدا هم اللي كل يوم بحال وكل يوم بطريقة وفاكرين إنهم كده مثلا هيحبطوني أو يقللوا من عزيمتي بالعكس أنا بعمل العمل ده تقربا إلى الله فنعارف كويس أوي صعوبة هذا العمل إزاي وكفاية إنك تعرف إن تربيت منهجيا على إيد العلامة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله أظن كده كفاية والمشاهد المحترم هو الحكم وهو اللي شايف من الصح ومن الغلط خلونا بقى نروح للنقطة التانية في حلقتنا علشان ما نتكلمش كتير ونطول على حضراتكم واللي هي بعنوان وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان بيهرج وبيوجه حركة حماس بالحصول على السلاح من هذا المصدر مش عارف ليه افتكرت الإعلامي توفيعه كاشا وهو بيزعق لفريق الإعداد اللي كان معاه في البرنامج اللي كان بيقدمه على قناة الفراعين اللي اتقفلت من فترة وهو بيقول له انت بتهرجي حبيبي هي زريبة يا ابني أنا افتكرت الجملة الكوميدية دي دلوقتي لما سمعت وشفت تصرحات لوزير خارجية إيران أمير حسين عبد اللهيان وهو بيتكلم عن تمويل حماس وحزب الله خلال الحرب في غزة أو حزب اللات هو ده الاسم الصحيح حزب الشيطان وحقيقة أنا مش عارف ان كان الراجل ده بيتكلم جد ولا بيهزر الراجل طالع بيقول ان حركة حماس وحزب الله يمكنهم الحصول على الأسلحة منين من أوكرانيا متخيل أوكرانيا اللي هي أصلا وقفة مع الاحتلال الصهيوني أو بتأيد الاحتلال في وسط البلاو اللي هي عايشة فيها بقالها دلوقتي حوالي سنتين ويمكن دخلنا هو في السنة الثالثة من وقت ما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ومع ذلك بكل تبجح كان رئيسها زيلينسيكي طالع يأيد الاحتلال الصهيوني ضد إخواننا في فلسطين يعني في الأساس أوكرانيا بتعاني في الحصول على سلاح لنفسها وكل شوية يطلع الرئيس الأوكراني يطالب الغرب اللي وقعه في الفخ وسخنه على روسيا بأنه يمدوا بالسلاح اللازم لمواجهة السلاح الروسي فالراجل إذا كان بيتكلم اللي هو عبداللهيان ده إذا كان بيتكلم جد فدي الحقيقة كارثة وإن كان بيهرج فدي كارثة تانية لكن لو أخدنا بقى كلامه على محمل الجد فممكن نناقش الكلام ده من زاويتين الأولى تعالى كده نشوف إيه اللي بيحصل في أوكرانيا وإزاي بيجي لها السلاح من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية أنا عايز أفكرك بس إن المهنة الأساسية للغرب هي تجارة السلاح وإشعال الحروب في العالم من أجل الاستفادة من التجارة دي سواء كانت على مستوى الأشخاص والمهربين أو على مستوى الدول وفي الحقيقة أوكرانيا بالفعل زي ما قال أمير حسين عبداللهيان أصبحت سوء كبير جدا لتجارة السلاح منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية إلى الآن وفيه تقارير دولية وإعلامية حذرت من الموضوع ده من بدري والموضوع مش بس بيتعلق باتجارة السلاح لكنه كمان بيتعلق بالمرتزقة اللي أغلبهم هاربين من قضايا فساد أو جرايم في بلادهم واللي منها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية زي ما كانت بعض وسائل الإعلام هناك كشفت في تقرير لها وكنا تكلمنا عنه برضو تقريبا هنا التقرير ده كان من حوالي سنة كشفت الصحيفة دي فضايح تزويد أوكرانيا بالمرتزقة وكان من بينهم عسكريين أمريكان سابقين أو مستبعدين من الخدمة بسبب اتهمهم في قضايا فساد طبعا بيتعلق بالنوع ده من المرتزقة مسألة التسليح اللي برضو التقارير الإعلامية رصدتها وبينت إزاي بيتم التلاعب بيها وإنها بتمثل خطر على المنطقة وعلى أوروبا نفسها وكشفت التقارير دي عن إن المهربين أو المتلاعبين بالأسلحة من ضمن ألعبهم إنهم بياخدوا صنضيء الأسلحة الجديدة لحسابهم ويتجروا فيها ويستبدلوها بأسلحة أديمة أو صنضيء فاضية وده اللي أظهرته تقارير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نفسها التقارير اللي نشرته الصحيفة كان بيتضمن مجموعة من الوثائق عن الفساد وتهريب السلاح والتجارة بالمرتزقة في أوكرانيا وكان الهدف منه هو كشف فضايح إهضار المال العام الأمريكي في السوق الأوكراني اللي أصبحت من أكبر أسواق تجارة السلاح في العالم أوكرانيا من أكبر أسواق تجارة السلاح في العالم أوكرانيا اللي فيها البهدلة اللي احنا شايفينها دي التقارير كمان تضمن مجموعة أمثلة عن أمريكان كانوا بيتخفوا خلف الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية من أجل الاستفادة من الحرب وتجارة السلاح والعمل كمقاولين لجلب المرتزقة للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا ضد روسيا وكان من ضمن التقارير أيضا دراسة من مئة صفحة كلها وثائق ومقابلات من النوعيات دي وكان من ضمن الأمثلة أيضا على الفساد وأشهرها ضابط متقاعد في مشاه البحرية الأمريكية من ولاية فيرجينيا وجهت إليه اتهمات بتصدير التكنولوجيا العسكرية بشكل غير قانوني غير الجند السابق اللي انشق وانتقل للعمل مع الروس ده طبعا غير الضباط اللي كانوا بيبيعوا تحدثات التكنولوجيا العسكرية الأمريكية هناك إضافة لكده الصراع بين مجموعات المرتزقة الأمريكان على القيادة واللي كشفت فضايح بالجملة عن تهريب السلاح والتكنولوجيا العسكرية والمرتزقة كمان الحاجات دي كلها يا اخواننا لو كان وزير الخارجية الإيراني بيتكلم جد فهو أكيد عارف كل التفاصيل دي وعنده أدوات استخباراتية أكتر بكتير من اللي بيتنشر في الصحف وهو قدرة باللي بيحصل على ساحة القتال في أوكرانيا نتيجة لعوامل كتير أبسطها العلاقات العسكرية اللي بتربط إيران حاليا بروسيا ومنها صفقات الطائرات المسيرة اللي بتساند بها إيران روسيا في عملياتها العسكرية هناك كل العوامل دي بترجح إن فيه شيء من الجدية في كلام أمير حسين عبداللهيان وإنه بيلمح لأمر أخطر وهو إمكانية التوقيع بين كل من زيلنسكي وبين الولايات المتحدة وأوروبا لأن الموضوع ده حساس جدا بالنسبة لهم وعامل مشاكل كتير جدا في الداخل لأن فيه أطراف كتير داخل أمريكا وأوروبا رفضين عمليات الدعم العسكري لأوكرانيا من الأصل تعال بقى كده للي يهمنا يعني إيه تصريح عبداللهيان ده وفي التوقيت ده كمان هل يعني إن إيران بدأت تنشغل في مشاكلها الداخلية وتنسحب من المنطقة خاصة من الساحة اللبنانية والفلسطينية وتكتفي بالبلاء وبتاعتها في سوريا والعراق واليمن والخليج وتأجل الشغل في المنطقة دي شوية ولا إيه الحكاية التصريح غريب حبتين خاصة لو تبعت كلام إيران وتحديدا كلام أمير عبداللهيان من بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي لما طلع أمير عبداللهيان كذا مرة يعلن ويحلف بأيمانات المسلمين السنة والشيعة إن طهران ما كانت تعرف حاجة عن اللي حصل في 7 أكتوبر ولا حماس كلمتهم ولا ليهم دعوة به من الأصل وكمان تصرفات حزب اللات الغريبة من البداية اللي اختلفت عن كل مرة يحصل فيها حرب بين المقاومة وبين الاحتلال فبيحاول الحزب اللات إن يكون متقدم وكأن الأمور كلها بإيده حتى لو كانت في إطار اللعبة مع الكيان المحتل زي ما حصل في الحروب الأربعة اللي فاتت وأنا مش عاوز أقول إن كانت بتتم الحروب دي بالاتفاق بين الأطراف التلاتة حزب اللات وحماس والاحتلال الصهيوني وبيكون الضحية كالعادة هم أهل غزة النهاردة بقى يطلع وزير خارجية إيران يعلنها كده على الملأ وبكل صراحة ويقول لحماس اللي كانت بتعتبره جزء منها تحت شعارات محور المقاومة وتقريبا عايز يفك الارتباط مع المحور ده بس مكسوف يقولها بشكل علني خاصة لما قال إن حماس وحزب اللات كمان بإمكانهم غير الحصول على السلاح من السوداء في أوكرانيا إنهم يصنعوا السلاح اللي هم محتاجينه بنفسهم يعني انسونا في الفترة اللي جاية السؤال فعلا دلوقتي إيه اللي يقصده عبد اللهيان بكلامه في التوقيت ده الراجل ده يا اخواننا مش سهل وشكله بيضرب كام عصفور بحجر واحد أو إنه بقى بيهرج وبيبعد الأنظار عن إيران عامة الأيام بيننا وكل حاجة هدبان ربنا يحفظ بلادنا العربية من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر